موسيقى مشاهدنا طمس اوكم بكل خير اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من ملف اليوم حيث ينوي الاحتلال تشيد مبنى ضخم هو الاقرب للاقصى داخل ساحة البراق بالجهة الشمالية الغربية منه وحسب المعلومات فان العمل كان يجري بشكل سري على هذا المخطط ولكن الاحتلال اضطر للكشف عن في هذه المرحلة لاستكمال اجراءات الترخيص اللازمة حول هذا الموضوع نرحب هذا المساء معي في الستوديو بسيد رافت عليان المتحدث باسم حركة فتح في مدينة القدس المحتلة مساء الخير مساء الخير ومعنا ايضا من مدينة القدس المحتلة دكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس دكتور مساء الخير مساء الخير لك المشاهدين الكرام سمح لي دكتور جمال واسمح لي ايضا سيد رافت ان نكون مع هذا تقرير لزميلة كريستين ريناوي الذي يصلت الضوء على هذا المخطط الجديد ونبدأ حوارنا ان شاء الله كشف الباحث في شؤون الاستطاني بالقدس احمد صبلبان اللي ثام عن قيام جمعية عطيرة كهنيم الاستطانية بتقديم مخطط هندسينا الى ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الاسرائيلية بهدف اصدار الترخيص اللازمة لإقامة بناية استطانية في حي بطن الهوى المستهدف من بلدة سلوانا بالقرب من بؤرة بيت يونتنا وبحسب المخطط فان المبنى سيحتوي على ثلاث وحدات استطانية كل واحدة منها مكونة من اربع طبقات بالاضافة الى توسيع الطريق المحيط بالمبنى مع التشديد على ان حي بطن الهوى مهددة فيه عشرات العائلات المكونة من 1300 فرد بالترحيل بزعم ملكية يهود لأرض فيها بمساحة خمسة دنومات ومائتي متر مربعة قبل 130 سنة هذه الرخصة يراد من خلالها بناء مبنى سيضاف الى مجموعة البؤرة السلطنية التي تم السيطرة عليها حتى الان في حي بطن الهوى نشطت هذه الجمعيات عقب باحتلال مدينة القدس عام 67 وتحديدا اللاعب الاساسي كان داخل البلد القديم وفي فضح اخر لمخططات الاحتلالة اكدت صحيفة يدعوت احرانوت الاسرائيلية وجود مخطط سرية للمصدقة نهائيا على تشييد مبنى على 20% من ساحة حاءة البراقة قرب المسجد الاقصى وتخطط للمبنى المسمى بيت الجوهرة ما تسمى جمعية صندوق تراث الهيكل الغربية والحديث يدور حول مبنى من خمسة طوابق سيقام على مساحة تجري فيها حفريات اثرية وسيستخدم كمكاتب للجمعية المذكورة وغرف ارشدية وقاعات وحمامات وذلك بدعم بلدية الاحتلال في القدس التي حضر رئيسها احدى جلسات مناقشته لدعمها مع العلم ان المخطط لاقى رفضا من خبراء اسرائيليين الذين افادوا بانه سيؤدي الى تغيير جوهرينا في شكل ساحة البراقة وسيصادر نصف ظلم منها وسيشكل خطرا هندسيا كومي يمنية يغلر اسها نتنياهو الذي قرر ان يكون هو مستلم شؤون القدس والاستطان في داخل مدى القدس وكل الدولة خلف هذا الموضوع ما نشاهده اليوم هو فرض امر واقع تماما وعملية عدم تقسيم مدينة القدس مرة اخرى لا شرقية ولا غربية بل شرقية وغربية تحت سيطرة واحدة وهي السلطة العبرية كل هذا يتعلق بالتغيير الجذري للجغرافيا والدمغرافيا العربية الاسلامية لا يعمل الاحتلال وفق ردة الفعل لذلك هذا الطفان من المخططات الاستطانية الذي يشتاح محيط الاقصى تحديدا في القدس القديمة وسلوان يؤكد ان الاحتلال ماض في تهويده ليصل الى سلخ هوية المدينة عنها وجعلها مهودة بالكامل حسب المراقبين من العاصمة المحتلة كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين شكرا لزميلة كريستين ريناوي على هذا التقرير مرة اخرى ارحب بضيوفي في الستوديو رافة عليان المتحدث باسم حركة فتح في مدينة القدس المحتلة وايضا من مدينة القدس معنا دكتور جمال عمر الخبير في شؤون الاستطان واسمح لي ابدأ معك سيد رافة عليان اذا القلعة الحصينة او بيت الجوهرة هو الاسم او المصطلح الذي اطلقه الاحتلال على هذا المبنى الجديد في حائط البرق كيف تعقبون على هذا المخطط الذي حسب ما يصدر من معلومات وهو كان سري في البداية والان خرج لوسائل الاعلام لغيات الترخيص هو الاضخم حتى هذه اللحظة يعني بداية هذا المخطط ليس الاول ولن يكون الاخير يعني الاسرائيل واضح ان هذه الحكومة الاستيطانية هذه الحكومة المتطرفة حكومة المستوطنين بدأت تضع لمسات اخيرة في اقامة الهيكل المزعون بدلا من المزل الاكثر مبارك من الواضح جدا ان هذه المخططات هي مخططات قديمة حديثة ولكن في هذا التوقيت بعد ان حسم بنيمين نتنياهو معركته الداخلية مع الاسرائيليين بان استطاع ان يخرج البيامين بحكومة يمينية متطرفة حكومة المستوطنين بقضاء يخدمه ويخدم مصالح اعضاء كنيسة وكنيسة يخدم مصالحه كمستوطنين وكحكومة متطرفة الان بدأ او يريد ان يحسم المعركة مع الفلسطينيين ومعركته مع الفلسطينيين في المدينة المقدسة ومن الواضح ان موضوع الكتس الشرقية والكتس الغربية قد انتهى عند الاسرائيليين هي الكتس موحدة قبل فترة قليلة من قبل الاسباع كانت هناك مسيرة بما يسموه توحيد الكتس اكثر من 50 المستوطن المتطرف جابوا البلدة القديمة وجابوا الكتس الشرقية بالاعلام الاسرائيلية بحماية القوات الاسرائيلية وبشرعنا من ما تسمى المحكمة العليا الاسرائلية هذا دليل أن إسرائيل ماضية في تهويد المدينة المقدسة وأن إسرائيل ماضية في تحقيق الحلم الإسرائيلي بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى وهذا ما حضرنا منه كثيرا قبل أشهر قليلة تم إشادة أيضا كنيس ما يسمى كنيسة الخراب الذي حجب رؤية الكبة الصخرة نهائيا هذا الكنيس يعني هو رقم 102 في عدد الكنس التي بنتها إسرائيل وشيدتها في مقابل 73 مسجد فلسطيني تحذر الآن وحذرتم سابقا كيف يمكن لنا أن نقنع المشاهد الآن بأن هذه التحذيرات هي السبيل الوحيد بالفعل لحلولة دون تهويد ما تبقى من المدينة المقدسة بالتأكيد أولا زهرة المدائن هي لكل العربي ولكل المسلمين كان لنا الشرف أن نكون كمقدسيين رأس الحربة في الدفاع عن شرف الأمة العربية والإسلامية المسجد الأقصى لأكثر من مليار مسلم والقدس لكل العرب والمسلمين الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تكرس على جدول أعمالها وعلى رأس نيزانياتها جل الإمكانيات والموازنات في تهويد هذه المدينة المقدسة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من كافة الجمعيات الاستيطانية المنتشرة في العالم المدعومة بمليارات الدولارات ميزكوفيتش لوحده يضع موازنة مليار دولار في القدس لسياسة التهويد لسياسة السيطرة الكامعة للمدينة المقدسة وفي المقابل منذ كمة سرط قبل أكثر من خمس سنوات حتى هل الأموال العربية وإن الأموال الفلسطينية رؤوس الأموال الفلسطينية في كمة سرط تم إكرار أكثر من ستمائة مليون دولار فقط للمدينة المقدسة حتى هذه اللحظة منذ خمس سنوات حتى هذه اللحظة لم يصل للمدينة القدس إلا الكتاة أنت تتحدث عن ستة ثلاثي مليون من أصل ستمائة مليون دولار هناك غياب عربي واضح وهناك غياب إسلامي واضح تأكيد تأكيد على ما أقر سابقا من القمم العربي بالتأكيد هناك قمم كثيرة إسلامية وعربية ودولية للقدس نسمع بها بالإعلام ولا نرى كمقدسي أتحدث نسمع بها بالإعلام ولا نرى نتائجها على الأرض وفي المقابل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والجمعيات الاستيطانية والمؤسسات الاستيطانية تضع كل إمكانياتها وقوانينها وكنيستها وأجهزتها الأمنية وأضرعتها في سبيل تهويت المدينة المقدسة وهي تعمل في الربع الساعة الأخيرة في تهويت المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على مجد الأقصى وهذا ما حضرنا منه على مرأة ومسمع العالم أجمع على مرأة ومسمع الأمة العربية والإسلامية ومن يقف في وجه هذا المخطط هم نساء مقدسيات شباب مقدسيين أطفال مقدسيين هم من يحاولوا بالإمكانيات المتواضعة بهذه الإمكانيات البسيطة بأجسادهم العارية يحاولوا أن يقفوا سدا منيعا في تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الذي يسعى إلى الوصول إلى هدم المجد الأقصى وإشادة وإقامة الهيكل المعزوم على أنقاذ المجد الأقصى المبارك أسمح لي أن تقل مباشرة إلى دكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس وأيضا أستاذ العمارة الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت وهو الخبير في هذا المجال ما يحدث من تهويد وبنيان عمراني جديد يحيط بالمسجد الأقصى دكتور وضح لنا طبيعة هذا المبنى الجديد والحديث يدور عن أنه هو الأضخم من حيث البناء حتى اللحظة ومن حيث التهويد نعم حياك الله خميس وضيفك الكريم أقول بأن هذا المبنى هو الأضخم ما بعد كنيسة الخراب رقم 101 هو رقم 102 وهو يأتي مباشرة أقرب منه إلى المسجد الأقصى المبارك إلى حائط البراق وهذا المبنى سيء الذكر سيء المخططات التي طلعنا عليها بائسة جدا بكل المقاييس حتى أنها لم تعجب الكثير من اليهود أنفسهم الذين يقطنون في حي المغاربة وحي الشرف هذا المبنى ست طبقات عملاقة يحتل أكثر من 1500 متر مربع في طبقاته الستة يعني تحت الأرض طبقتين متصلة بشبكة أنفاق ثم فيه مصليات كما قالت الإعلامية المتعلقة كريستين ريناوي يعني هذا مشروع بائس بكل المقاييس يأتي مجاورا لمشروع أشد منه بؤسا الذي بناه مشيصفدي على أنقاض بيوت أهلنا المغاربة الكرام عندما دمر الاحتلال بيوتهم في عام 1967 المشروع يعني أجمع المعماريون في العالم أنه الأسوأ على الإطلاق في القدس القديمة حطم النسيج المعماري الإسلامي والعربي والمسيحي في المدينة ارتقى فوق الأسوار وكان شكله بائسا جدا الآن يأتي هذا المشروع رقم 102 وكأننا نتخيل أن كل يهود القدس يصلون ويملؤون هذه الكنس 102 بالمصلين علما بأن ذلك أمرا مستحيلا جدا الهدف السياسي هو التوظيف الدين لأغراض دعائية والأغراض سياسية من خلال كنس تعتبر مقدسة علما بأن هذه الكنس بنيت على أرض إسلامية وهذا الكنس تحديدا على أرض مسجد إسلامي فبالتالي هو مخالف للقانون الدولي وهو غير قانوني بكل المقاييس إنما كما تلاحظ أستاذ خميس هذه مشاريع استراتيجية والرد عليها ينبغي أن يكون استراتيجي وكبير ففي اللحظة التي نتحدث فيها أن هناك مشروعان الآن قيدة يعني التنفيذ تقريبا بعد خطوة أو خطوتين سيكون هناك مشروعان أكبر بالكثير منهما وهذا سؤالي توالي وتتابع الإعلان عن هذه المشاريع وتنفيذها كيف هي الصورة الآن في محيط المسجد الأقصى في هذه البقعة المقدسة مع تنفيذ هذه المشاريع الاستطانية الضخمة والكبيرة وهذا العدد الكبير من الكنس الذي أشرت إليه نعم الصورة في منتهى البؤس يعني والسوء لأنه عند اكتمال كامل المشاريع وبناء كنيس آخر لاحقا يعني كنيس الأنوار اسمه وهو قادم وكنيس آخر اسمه كاديم أرشلايم سيأتي فوق القصور العباسية وتنفريك يأتي من جبل الزيتون الذي صعد عليه السيد المسي عليه السلام كلها ستلتقي دفعة واحدة في بقعة يعني شديدة الخطورة شديدة يعني الحساسية لأنها نسيج معماري هش وتاريخي وهو الأقدم يعني بين حضارات الإنسانية جميعا في مدينة يابوس الفلسطينية التاريخية كلها ستلتقي في هذه النقطة فتزدحم هذه النقطة بالوافدين والمستجلبين سواء من المتدينين اليهود أو من السائحين الذين لم يتعلموا إلا الرواية اليهودية والتوراتية المودية عن القدس وتاريخها المشوه وبالتالي سيصيرون في الأنفاق ولن يلتقوا حتى بالفلسطينيين وبالتالي سيكون هناك مدينة بكاملها تحت الأرض علما بأن المدينة التاريخية هي فوق الأرض إلا أن الأنفاق تحت الأرض ستصبح مسارات جديدة والاحتلال ينوي ذلك نهاية المطاف خطة استراتيجية لصناعة بسموها عير دافيد يعني مدينة داود عليه السلام أو دافيد سيتي نحن أمام تمويل منقطع النظير وبفتوح على بسرعي خمسين مليون شيكل رصدت من الحكومة الإسرائيلية لأن هذه جمعية إرث جبل الهيكل الغربي هي جمعية حكومية يعني أن الحكومة الإسرائيلية تحللت من كل اتفاقات مع الفلسطينيين تحللت من أوسلو تحللت من وادي عربة مع الأردن تحللت من كام ديبد مع مصر والآن تسرح وتمرح وتفعل ما تشاء في القدس وكأنها ملك يمين لها هذه الكارثة في هذه المنطقة حصريا بجوار الأقصى على مسافة الصفر الضرب الآن في المليان أستاذ خميس ضرب في المليان في الأقصى لأنه سيكون الهدف الثاني تماما كما حصل في نسج إبراهيم في الخليل أحاطوه من جميع الجهات واحتلوا المباني من حوله ثم انطلقوا إليه وقسموه بعد مذبحة باروخ جولدشتاين زمانا وكانا الآن المرحلة القادمة وعيون الإسرائيليين تتطلع إلى الأقصى بشكل مباشر عيون الإسرائيليين تتطلع إلى الأقصى بشكل مباشر ابقى معنا سيد أو دكتور جمال عمر عيون الإسرائيليين تتطلع إلى الأقصى بشكل مباشر الضرب في المليان ربع ساعة الأخير كما أشرت أنت سيد رأفة لهذا الموضوع دور الفصالة الفلسطينية دور المؤسسة الرسمية الفلسطينية الأموال الفلسطينية رأس المال الفلسطيني العربي وعود كثيرة ولم أشرت قبل قليل أنه لم نتلقى شيء سوى الوعود ونحن في ربع الساعة الأخير ما الذي يمكن عمله لإنقاذ المدينة بشكل عام والأقصى على وجه الخصوص يعني أولا من الواضح أن كما أسلفت أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي هي بحد ذاتها جمعية استيطانية أنا لا أؤمن أن هناك جمعيات استيطانية تعمل أنا أؤمن أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بن يمين نتنيه هي بحد ذاتها جمعية استيطانية بهيكليتها بأدرعتها الأمنية بمؤسساتها بوزاراتها بكل الإمكانيات المتهية في حد ذاتها جمعية استيطانية تعمل من خلال هذه المشاريع إلى سياسة الأمر الواقع على الأرض وهي إقامة الدولة اليهودية وعاصمتها الكدس الشرقية وغربية هذا هو المخطط الإسرائيلي المخطط الإسرائيلي في هذه المشاريع في الكدس الشرقية بالتحديد هي لا تسعى فقط إلى تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا كالحرم الإبراهيمي هي تسعى إلى إقامة الهيكل المزعوم على أنقال المسجد الأقصى الأعين الإسرائيلية نعم باتجاه المسجد الأقصى وأعين هذه المؤسسات والحكومة الإسرائيلية والأموال الإسرائيلية باتجاه المسجد الأقصى في المقابل بصراحة هناك تقسير واضح لدى الفصائل الوطنية والإسلامية وهناك غياب واضح ولا يوجد وهناك جهود مباثرة وهناك تصريحات وجهود فردية وهناك اجتهادات فردية وهناك امكانيات متواضعة في ظل الانكسام الفلسطيني بين غزة والضفة في ظل من يبحث عن اقامة دويلة في قطاع غزة على انقاذ الضفة الغربية والقدس في ظل التدخل الاقليمي السلبي بالقضية الفلسطينية وفي ظل التدخل الاقليمي السلبي في الكدس نعم هناك غياب عربي وهناك بعد عربي عن القضية الفلسطينية أو حتى عن مدينة الكدس لا يوجد دعم ولكن نحن نقول أن الدول العربية لديها مشاكلها وهمومها ونحاول انبررها بس هناك بعض الدول تتدخل سلبيا في المدينة المقدسة وتدخلها السلبي وإمكانياتها التي تصرف في هذا التدخل تلقي بضلالة سلبية على القضية الفلسطينية وعلى المدينة المقدسة ولا أريد أن أدخل بتفاصيل كثيرة على الهوى ولكن المشاهد يعلم جيدا ما أقول من تدخل هنا وهناك أنا لا أستطيع أن أفهم أن يهود غلك أكبر اليهود المتطرفين الذي حاول فلسطيني معتزح جازي اغتياله قبل فترة من الزمن أن يكون في حضور ألف مسلم تركي على طاولة ومائدة تركية دون أن يكون هناك أي مبرر لا لوزارة الخارجية التركية ولا الحكومة التركية هذا النهج يخيف أن لا أستطيع أن أفهم ولا المشاهد الفلسطيني يستطيع أن يفهم هذا الدور التركي الذي عندما استضافوا يهود غلك ورحبوا به وهنؤوه بالسلامة وقالوا له من حق المستوطنين ومن حق الإسرائيليين أن يدخل المسجد الأقصى لأن المسجد الأقصى لكل الديانات هذا التدخل الذي يخيف القضية الفلسطينية وهذا التدخل الذي يجعلنا كفلسطينيين في حالة القضية لا نريد تدخل عربي إيجابي بس ما بدنا تدخل عربي سلبي كمان لا نريد تدخل عربي إسلامي إيجابي بس بدنا كمان تدخل إسلامي سلبي يضر ويزيد الضرر أيضا نحن كفلسطينيين في المدينة المقدسة لدينا خطة استراتيجية واحدة وموحدة أنا أتحدث كمقدسيين لدينا خطة استراتيجية واحدة وموحدة وهي مقاومة هذا الاحتلال ولكن لا تستطيع المقاملة لوحدكم يعني أنتم بحاجة إلى عوامل بحاجة إلى عوامل الإسرائيل تعمل في القدس بثلاثة طرق الطريقة الأول هدم سياسة هدم المنازل هناك أكثر من 20 ألف منزل في المدينة المقدسة لديهم اختارات هدم 20 ألف منزل بإحصائية من بلدية الحكاة الإسرائيلي في المقابل سياسة سرقة المنازل هناك سياسة إسرائيلية لدى الجمعيات الاستيطانية برئاسة بن يمين تينيو تزور العقارات وتزور الأوراق وأملاك الغائبين وأملاك الحاضرين وتسيطر على غالبية البيوت في المواقع الاستراتيجية في المدينة المقدسة وهناك السياسة الأخرى سياسة القتل والتطهير العرقي إسرائيل تمارس الإرهاب في المدينة المقدسة إسرائيل ومستوطنية يوميا هناك عملية إرهاب وهناك عملية بطش لدى المستوطنين في اكتحاماتهم اليومية لمدينة المقدسة وبالمناسبة تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمر وتعدت أيضا على الوصائل الأردنية عندما يدخل مستوطن إسرائيلي فرنسي ويرفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى ويقوم حراس الأوقاف الأردنية بمحاولة منعه يتم اعتقالهم ومنعهم من دخول المسجد الأقصى وفي المقابل هي تريد إسرائيل أن ترفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى دون مقاومة أن تضيء الشموع دون مقاومة أن تهدم المسجد الأقصى دون مقاومة والأذرع الأمنية الإسرائيلية هي تخدم تخدم هذه المخططات الاستيطانية بالتأكيد المسجد الأقصى في خطر بالتأكيد المدينة المقدسة في خطر وبالتأكيد هناك ضعف لدى القوى الوطنية والإسلامية لا يوجد خطة استراتيجية في هذه في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة الاستيطان ونحن حذرنا ودعونا أكثر من مرة كافة القوى الوطنية والإسلامية بدرورة أن نلتقي على طاولة واحدة بعيدة عن السياسة وتشكيل الحكومة وبعيدة عن غزة وطبا بعيدة عن كل هذا الموضوع ونضع استراتيجية موحدة في مقاومة الاحتلال وفي مواجهة ما تكون به هذه الجمعات الاستيطانية في مدينة المقدسة اسمع لي أعود مرة أخرى لدكتور جمال العمر ضيفي من العاصمة المحتلة قبل أسبوع من الزمن وزراء الخارجية العربي اجتمعوا في مقار الجامعة العربية في القاهرة الرئيس محمود عباس قدم لهم شرحا وافيا مفصلا حول القضية الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس على وجه الخصوص في محاولة لحث الدول العربية على التحرك كما أشرت دكتور ونحن نعيش ربع الساعة الأخير في موضوع تهويد المدينة المقدسة ولكن وضحنا لا أذان صاغية في هذا الموضوع حتى اللحظة ولا تحرك إيجابي على الأرض في إنقاذ المدينة المحتلة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص إلى أين تسير الأمور في هذا الجانب برأيكم دكتور ومتى يتحرك العرب للدفاع عن أولى القبلتين نعم أخي كما قال ضيفك الكريم الأستاذ رأفة العرب يتحركون من وضع سيء على المستوى الرسمي إلى ما هو أسوأ وكلمات الرئيس لم تقع في مكان مناسب في أذهان أستاذ العرب لأنهم ما أنعادوا إلى بيوتهم وإلى مدنهم ودولهم حتى نسوا المسألة برمتها لم يصدر عنهم شيء يذكر في المستوى العملي الإسرائيليين لهم الفعل وتركوا لنا الاحتجاجات والأقوال أنا متفق أن هناك تدخل عربي سلبي جدا وأن هناك أموال عربية تدفقت لشراء عبر دولة عربية مشهورة لشراء 27 شقة للمستوطنين في سلوان لا نريد الدخول في الأسماء ثم أن هناك تدخل سلبي من بعض حتى شرائح في المجتمع الفلسطيني لإفشال العمل الوطني والإسلامي كأي دولة عربية أخرى فيها أو ناس سلبيين أو دولة إسلامية كما تدخلت جمعية صهيونية تركية وفي نزاع مع القيادة التركية التي دفعت الثمن من دمائها في مرمرة وفي القدس وفي سائر فلسطين جمعية صهيونية تركية استضافت هذا المجرم الإرهابي يهودا جليك في تركيا وذلك رغما عن الحكومة التركية حتى ننصف ولكن نحن نقول أن الدول العربية في الحقيقة على المستوى الرسمي تركت القدس وكشفت ظهرها ظهر القدس الآن مكشوف عشرات المشاريع استطيعا وفاجئكم بها وأعلم عنها يقينا مسار السيد المسيح عليه السلام من بيت لحم إلى القدس منطقة اسمه مهر الياس أسماها الإسرائيليون جفعات همتوس سيصلونها ما بين قيلو وما بين هارخما جبل أبو غنيب التي كنا نذهب إليها مع الأخ فيصل حسيني عليه رحمة الله الذي كان يوحد القدس الإسلاميين ومسيحيين ووطنيين تحت قيادة واحدة بلا حدود فصائلية كما يطالب الأخ رأفة مشكورا إذن نحن أخي أمام كارثة محققة ظهر القدس مكشوف والعدوان على القدس مفتوح أمام الإسرائيليين يفعلون ما يشاءون تصفية حسابات الآن مع المدينة المقدسة التي أحطوها بجدار الفصل العنصري النازي أشكرك دكتور جمال عمراء الخبير في شؤون القدس سؤال خير سيد رأفة متى نتحرك فلسطينيا أيضا فصائليا فصائل العمل الوطني بشكل كبير بشكل ممنهج بخطة وطنية يتفق عليها الجميع للدفاع عن مدينة القدس نعلم حجم الضغوطات الإسرائيلية نعلم أنه أعزل المدينة عن محيطها نعلم كل الإجراءات الإسرائيلية ولكن القدس بحاجة مننا إلى التضحية بحاجة مننا إلى العمل بالتأكيد أنا أقول لك أن الشعب الفلسطيني على مدار تاريخه إسرائيل تعلم جيدا من هو الشعب الفلسطيني وزربت الشعب الفلسطيني الخلل في فصائلنا الوطنية والإسلامية في اللحظة التي تستطيع الفصائل الوطنية والإسلامية أن تضع خطة واستراتيجية في مواجهة هذا الاستيطان وفي مواجهة تهويد المدينة المقدسة سترى الشعب الفلسطيني يقدم الكثير الكثير في مواجهة هذا الاحتلال هناك اجتهادات فردية في مقاومة الاحتلال وهناك اجتهادات فردية في المدينة المقدسة كأبناء إلى هذه المدينة المقدسة يدافعون عن أقصاهم ويدافعون عن شرف الأم العربية والإسلامية ولكن دون رؤية وطنية ودون استراتيجية فصائلية ودون غطاء عربي ودون دعم دولي في هذا الموضوع وإسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيك الدولية ولا تنظر إليها نهائيا تضرب كل اتفاقات التي وقعتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع المملكة الأدنية الهاشمية والعرب والمسلمين هناك إجماع فلسطيني أن هناك غياب عربي وإسلامي في هذا الموضوع في موضوع دعم القدس والوقوف إلى جانب القدس ولكن على المستوى الفلسطيني أنا أدعو مرة ثانية وباسم القدس وباسم المقدسيين كل القوى الوطنية والإسلامية بضرورة الدعوة إلى اجتماع موحد بوصلته القدس فقط لا غير ومواجهة هذا الغول الاستيطاني الذي يسعى إلى تهويت المدينة المقدسة والإسرائيليين يعلموا جيدا يعلموا جيدا من هم المقدسيين لأن إسرائيل وبنيمين يتنياهو حاولوا السيطرة على مدينة المقدسة على المسجد بأقصى في عام 2014 نهاية عام 2014 ولكن بعد استشهادة طفحة حماد البخضير استطاع المقدسيين أن يوصلوا رسالة للإسرائيليين أننا في القدس لا يستطيع أحد أن يكسر إرادتنا ولا يستطيع أحد أن يسعى التعامل بأكثر لطالما هناك فلسطين يتنفس في القدس وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك رفت علينا المتحدث باسم حركته فتح في مدينة القدس المحتلة شكر موصول أيضا لضيفي من القدس الدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس شكرا جزيلا دكتور في الختام مشاهدينا هذه التحيات هيثة معقل في المتابعة والتنسيق في الإخراج محمد قدمات وهذه تحياتي في الأدد والتقديم خميس ما أخو دمتم بخير وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة